مساء الخير من شارع الحمراء كل الأنظار تتجه إلى الميدان بن يمين ناثنياهو يتحدث عن تحقيق الأهداف لا عن وقف إطلاق النار فيما تقول أو تتقاطع الأوساط حول أن كل الحلول الدبلوماسية مرحلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية هذا أصلا إذا توقفت الأمور عند الانتخابات الأمريكية في آخر مقابلة لي مع الصحافي موسى عاصي قبل أكثر من سنة من هنا من العاصمة اللبنانية بيروت في برنامج شارع الحمراء أذكر أنه كان يتحدث عن إعادة تموضع العالم في ذلك الحين قبل طوفان وقبل الحرب الإسرائيلية الراهنة على لبنان لا أعرف على كل حال ماذا حل وماذا سيحل غدا في هذا العالم وكيف ستكون صورة العالم لكنني أعرف أن بدايات أو إعادات تشكل هذا العالم تحصل الآن في جنوب لبنان كنت أقرأ قبل قليل بأن مدينة الخيام باتت خالية تماما من أي جندي إسرائيلي والبقية تأتي موسى عاصي أهلا وسهلا فيك في برنامج شارع الحمراء مساء الخير فراث شكرا لك على الاستضافة يعطيك العافية وطبعا ما أدي وجه لك تحيي لألك ولعائلتك ولكل الناس اللي بيقربوك الموجودين اليوم في الأراضي اللبنانية في أماكن مختلفة بطبيعة الحال أهلا وسهلا فيك هذه ليست المرة الأولى التي تطل فيها ببرنامج شارع الحمراء ولكن هي المرة الأولى لعلها التي تطل عن بعد نحن هنا في بيروت وأنت في جنيف في سويسرا في قلب أوروبا إذا جاز التعبير كيف ترى الحدث من عندك من هناك عن بعد كيف تتابع هذا الحدث الكبير من جنيف يعني المتابعة على مستويين على المستوى الشخصي كون مثل ما ذكرت في رأس أنه عائلتي لا تزال في لبنان وأقريب جدا من مناطق الحدث وبعضها يعني فر من أو نزح من مناطق التوتر لسيما في الجنوب وفي الضحية الجنوبية هم الآن الحمد لله بأمان ولكن طبعا لا نعلم شيء عن بيوتنا وأملاكنا الموجودة في القرى الجنوبية في الجنوب اللبناني وفي الضحية الجنوبية هذا على المستوى الشخصي متابعة لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة لكل ما يجري واتصالات مع الأهل للإطمئنان عند كل غارة وعند كل هجوم وعند كل جريمة ترتكب بحق الشعب اللبناني هذا على المستوى الشخصي أما على المستوى السياسي المستوى العام فبطبيعة الحال يعني هذه المسألة نتابعها كون عملي في الأمم المتحدة أنا معتبر في الأمم المتحدة في جينيف ونحن على اطلاع دائم بما يجري إن كان على مستوى المستوى الإنساني تحديدا أو على المستوى السياسي كون في الأمم المتحدة المتحدة نلتقي بسفراء كل دول العالم ولدينا علاقات يعني تربطنا ببعض هؤلاء وعلاقات صداقة وطبعا أحيانا اجتماعات ولقاءات لمعرفة مواقف هذه الدول عن كتب ما أستطيع قوله اليوم أو يعني في هذه اللحظات تحديدا أنه للأسف نحن في لبنان بحسب الاستنتاجات خلال الأيام الماضية والساعات الماضية نحن بعيدين حتى الآن من مرحلة لقول فيها أنه يمكن أن ندخل في مفاوضات حقيقية لوقف اطلاق النار وهذه المسألة يمكن أن نتفصل أو نفصل فيها بشكل أوسع طيب الأجواء عندك في جنيف موسى لا تشير إلى انطلاق مفاوضات جدية للحل فيما يتعلق بلبنان أو في لبنان وغزة بتساوي خبرنا المعطيات المتوفرة لديك من خلال لقاءاتك ومن خلال السلك الدبلوماسي الموجود عندك إلى ماذا يؤشر الاتجاه العام فيما يتعلق بمسارات الحرب ومسارات التفاوت؟ يعني الواضح أن الاستنتاجات الدبلوماسية التي نتبعها في جنيف تستند إلى مواقف الحكومة الإسرائيلية بشكل أساسي ومواقف الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو والقادة الآخرون لا يعني هذه الإشارات التي ترسل من الأراضي المحتلة لا توحي بأننا بالفعل أمام مفاوضات حقيقية ما جرى حتى اليوم هي رسائل غير مباشرة بين لبنان وبين الاحتلال الإسرائيلي عبر المفاوض الوحيد هو الأمريكي وهذه المرحلة الزمنية التي تبعنا فيها لقاءات واتصالات وزيارات للمبعوث الأمريكي هوكشتاين إلى بيروت ومن ثم إلى إسرائيل كل هذه المرحلة كانت الإدارة الديمقراطية الحالية تحاول التوصل إلى وقف اطلاق النار من أجل توظيف هذا الانتصار للديمقراطيين في الحملة الانتخابية لكمالا هاريس ولكن لم يكن هناك أي قناعة لدى مجموعة السفراء الديبلوماسيين الموجودين في جنيف على أنه هناك بالفعل مفاوضات حقيقية لأن الإسرائيلي بطبيعة الحال حتى الآن لم يحقق أي هدف من أهدافه في لبنان وإذا عدنا قليلا إلى الوراء نرى أنه الأهداف التي وضعها الإسرائيلي وهي عالية السقف بداية من إعادة تموضع أو إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط ولاحقا إعادة رسم الخارطة اللبنانية وبدءا بطبعا الأهداف العسكرية المباشرة هي نزع سلاح حزب الله أو تدمير حزب الله أو إبعاد حزب الله إلى مبعب نهر الليطاني من أجل استعادة الأمن في المستوطنات كل هذه المسائل لم تحقق كما ذكرت قبل قليل في رأس يعني اليوم الجنود الإسرائيليين الذين توغلوا إلى مشارف مدينة الخيام اضطروا للانسحاب بعد المواجهات البرية الشرسة التي تجري في قرى في الخرورة الأمامية للجنوب اللبناني في الخيام وفي عيد الشعب وفي كل هذه الخرورة كفر كلا والعديسي وغيرها إذن المواجهات هناك مستمرة ومواجهات الشرسة توحي بأن حتى الآن بن يمين نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي هدف عسكري بالإضافة طبعا إلى المواجهات الصاروقية يعني إسرائيل تدمر عن بعد عبر الطيران وعبر القصف البحري والبري والمقاوة ترسل صواريخها إلى المناطق التي تصل إليها في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى هنا إسرائيل لم تتمكن يعني هي قالت أنه دمرت آلاف منصات الصواريخ في لبنان وهذا الكلام طلع يعني مش كثير دقيق لأن الصواريخ لا تزال تصل إلى حيفا وإلى مباعد حيفا وإلى تل أبيب وضواحة تل أبيب وهذه مسافات بعيدة جدا عن الحدود على هذا الأساس يمكن القول اليوم بأن من جهة إسرائيل لم تحقق أهدافها ومن جهة أخرى لا تزال المقاومة قوية وقادرة على توجيه ضربات مهمة للعدوان من جهة لم تحقق إسرائيل أهدافها في هذا العدوان ومن جهة أخرى المقاومة أيضا لازال تطلق الصواريخ ولازال تواجه على الحدود ومن جهة أخرى الأمريكي يبدو أنه لم يضغط بشكل كافي شوف فراس بهذا الموضوع هناك تطابق بوجهات النظر يعني لما بدنا نقول أنه الأمريكي لما يضغط بشكل كافي لماذا يضغط الأمريكي؟ هل يريد الأمريكي الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على المقاومة في لبنان أو على المقاومة في غزة؟ لا طبعا الأمريكي من أهدافه هو إزالة المقاومة، تدمير المقاومة وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط كما أرادت كونداليزا رايس بالعام 2006 وكما أراد شمون باريز في ثمانينيات القارن الماضي وكما يريد بنيمين نتنياهو والأمريكيين في هذه المرحلة إذن لن يضغط الأمريكي بالعلى العكس تماما رأينا خلال الأشهر الماضية الأسلحة التي وصلت إلى إسرائيل بلغت 18-7 مليار دولار ثمن الأسلحة التي أرسلت والتي لا تزال ترسل إلى إسرائيل من أجل ضرب اللبنانيين والفلسطينيين واليوم أقول ضرب اللبنانيين والفلسطينيين لأن بنك الأهداف الذي وضعته إسرائيل من أجل البنك الأهداف العسكري لضرب المقاومة في لبنان تحديدا واضح أنه لم يعد مجدي لأن ما قامت إسرائيل باستهدافه استهرف وانتهى برد النظر إذا كانت بالفعل أصابت أهدافها على أي أساس موسى نفترض أنه بنك الأهداف الإسرائيل انتهى يعني ما تريد أن تستهدفه إسرائيل انتهت منه عمليا يعني على ماذا تبني مثل هذا الكلام لأنه يعني اليوم الغارات الإسرائيلية زعمت تبعها هي تستهدف مناطق مدنية إن كان في البقاء أو في الجنوب أو في ضاحية الجنوبية المشاهد التي تصل من هذه المناطق المستهدفة لا توحي أبدا بأن هناك مواقع عسكرية أو منصات إطلاق صواريخ أو قادة عسكريين لحزب الله يستهدفون كما حصل في بداية الحملة البرية التي شنتها إسرائيل على لبنان عندما استهدفت القيادات الأمنية لحزب الله لكن مصطفى عذرا حتى الاغتيالات متواصلة لم تتوقف في الاغتيالات لقيادات ميدانية في المقاومة يعني ما فينا نقارن اللي عم يصير اليوم باللي صار بالفترة الأولى اليوم الاستهدافات على مستوى القيادات العسكرية يعني ما عش في شيء يستهدف إلا ما تولنه إسرائيل لأنه قتلنا فلين الشولاني أو قتلنا فلين الشولاني قائد منطقة عيدة الشعاب على سبيل المثال طبعا ولكن هؤلاء في الميدان فرص في فرق هؤلاء في الميدان يعني هؤلاء يقاتلون في الميدان تماما كما فعل يحيى السنوار هذا يقاتل في الميدان والاستهداف أو الاستشهاد في هذه المواجهات هي مسألة طبيعية لأن هؤلاء يحملون السلاح ويواجهون والاستشهاد في هذه المعارك أمر طبيعي ومخفوم وهو ليس عملية اغتيال كما رأيناها يخطط لها وترسل إليها الطائرات والحربية الإسرائيلية من أجل استهدافات كما كان يحصل في الصادق إن كان بالفعل قائد منطقة عيدة الشعب أو قائد منطقة طرق أو قائد مجموعة عسكرية في عيدة الشعب في سياق المواجهات الحاصلة أما في إذا بكنا نحكي عن أبعد من ذلك العملية التي عملتها المساد الإسرائيلي الكوماندس الإسرائيلي في البتروف هذا أمر عليه الكثير من علامات الاستفام هذا الموضوع بالذات موسى رح أخذ الحديث بهذا الاتجاه وطبعا نرجع للمسارات السياسية والميدانية ولكن هذا الموضوع لأنه خطف الأنظار في الساعات الماضية رغم أنه الحدث كبير في الجنوب وفي المناطق التي تتعرض لقصف إسرائيلي بطبيعة الحال كان التركيز على من يتحمل مسؤولية ما حدث ولكن قبل الحديث عن هذه النقطة والمسؤوليات والبحرية الألمانية التي هي جزء من قوات اليونيفل اليونيفل أصدر ببيانة نفت فيها أيضا مسؤوليتها بأنها سهلت لم تنفي حصول الحدث بطبيعة الحال ولكن نفت أنه يكون إلى دور بهذا الموضوع توضحت المعطيات عندك من مصادر أخرى ربما موسى بهذا الموضوع في معلومات إضافية حتى الآن لا يوجد هناك أي تأكيد إلى أن الشاب هذا الضابط البحري الذي خطفته الكومانوس الإسرائيلي لم تتمت أن له علاقة لا بالمقاومة ولا بحزب الله وحتى الآن لا المقاومة أصدرت بيانة بهذا الشأن حتى والد المختطف تحدث خلال الساعات الماضية عبر المحطات اللبنانية وكان يقول بأن ابنه ليس له أي علاقة بأي حزب وهو مدني يعني يشتغل على ما يبدو على الطلب يعني تأتي باخرة تطلب باخرة معينة أن يكون على مساعدا أو يكون ضابطا في هذه الباخرة لرحلة معينة تجارية فهذا شغله ولكن حتى الآن لم يثبت أي شيء يعني لا المقاومة أعلنت ولا إسرائيل اليوم اللي هي عم تقول أنه هو ينتمي إلى حزب الله ولكن يبدو لي يعني حتى الآن أنه هذه مسألة فيها علامات استفاء وقد يكون هذا الاستنتاج اللي أنا توصلت قد يكون معلومات إسرائيل غير صحيحة قد يكون هناك استهداف لشخص آخر عاملية بهذا الحجم مسافة لهذا العنق بتكون في خطأ أو اشتباه صارت أكتر من مرة مع الإسرائيليين كانوا يفتطفون ناس وبعدها يتركوهم لأنه في اختلاف بالأسماء أو تشابه أسماء أو خطأ بالمعلومات في مكان ما ولكن حتى ما نركز تحديدا على هذه النقطة أقول أنه حتى هذه اللحظة المسألة ضبابية ولا يوجد أي تفسير منطقي لقيام إسرائيل بهذا الاختطاف سوى أنه هي إسرائيل تقول أنه قائد بالحزب الله ولكن يعني إذا بدنا نفتش أكتر بهذا الاتجاه أنه قائد مهم بحزب الله موجود بغرفة على شالي بشالي على جنب البحر قريب من المنطة اللي بيشتغل فيها لوحده شناعة الهونيك عم يعمل يعني ما فيه يعني فيه علامات استفهام حول هذه المسألة لم تتوضح حتى الآن ولكن المسألة اللي خلينا نحط على جنب هوية هذا الشخص وما كان إذا ما كان إلو علاقة بالطبع هذا سيتوضح على كل حال في الساعات والأيام المقبلة صحيح ولكن المسألة اللي أثيرت فيه لبنان بشكل واسح هي من يتحمل دور اليونيفر بشكل خاصة دولة لبنانية يعني أنا طرأت من شوي فيه تعليف لشاب اسمه مجد حرب ابن النائب بطرس حرب نائب الصابي بطرس حرب هو يمكن نائب في البرلمان اللبناني عم يقول أنه يحمل المقاومة لأنه موجودة على الساحة فهي اللي قدت لي أن يكون لبنان مخترك فالمسألة في هذه المنطقة تحديدا هي لا تخضع بس عفوا موسى ما لي لأنه هذا جزء من السجال الحاصل الآن أصلا شو الفارق يعني بين أن يحصل ذلك في البترون أو في الجنوب أو في البقاء أو في أي منطقة طالما أصلا السيادة مستباحة اليوم يعني اليوم لبنان يتعرض كله لعضوان إسرائيلي أنا لا أعرف إيش التركيز على هذه النقطة أنه فاتوا على البترون لا لا هي تركيز من باب الجدال الحاصل بين الطرفين في لبنان يعني الناس بيحملوا المقاومة مسؤولية ما يجري والناس بيقولوا لا ما هي سهرت عندكم بمنطقة المفترضة تكون تحت السيادة الدولة ولازم بتاعوا أنه وين الدولة بها المنطقة عم الطالب بنشر الجيش في الجنوب فالجيش مش قادر يحمي هذه المنطقة فكيف نقبل أن ينتشر الجيش في الجنوب هذا طبعا يبقى في إطار السجال العقيم الحاصل بين اللبنانيين ولكن أنا اللي بقوله أن إسرائيل إذا أردت أن تنفذ مهمة من هذا النوع لن يكون بمقدور الجيش اللبناني بغض النظر وبأي المنطقة وبغض النظر بقوة هذا الجيش أن يواجه هذا النوع من العمليات السرية والعمليات المتطورة والعمليات التي لها قواعد مش بقدرة لبنان أن يواجهها خلينا نرجع إلى 73 عندما قام الكوماندوس الإسرائيلي باختطاف أو بقتل قادر الفلسطينيين الثلاثة في فيردن يعني كاننا بوقت بعزل الدولة اللبنانية وكانت الدولة اللبنانية قادرة ولما يكن هناك في أحزاب ولا مقاومات ولا سلاح لدى اللبنانيين وقدرت مجموعة من الكوماندوس يعني نزلت من الرمل البيضاء وطلوا على فتاو هناك عم في الأخرى شو بدك تقول بهذا الموضوع موسى اللي بدك تقوله أنه يعني مش من يعني من المعيب أن نحمل المسؤولية للجيش اللبناني في هذا الإطار لأن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل في هذه الأسالي في هذه العمليات من المسؤول برأيك؟ اليونيفل تتحمل المسؤولية؟ المسؤول الأول في هذه المنطق في هذه الحادثة هنية القوات الدولية لأن القوات الدولية وفي إطار تطبيق القرار 1701 اللي الكل عم يطالبه فيه اليوم من مهمات القوات الدولية البحرية تحديداً هي أن تراقب ما يصل إلى لبنان وهي تراقب أو تتحدث بشكل مستمر عن عدم وصول الأسلحة أو مهمتها هي عدم وصول الأسلحة إلى لبنان عبر البحر وذلك تقوم القوات الألمانية تحديداً بمراقبة المتوسط والمرافع اللبنانية طيب سؤال طبيعي وين القوات الألمانية عند دخول مجموعة بهذا الشكل 25 عسكري هادي عندهم جايين أكيد بزورعين أو 3 زوار أو أكثر من هايك لحتى اللي يوصلوا على البترون إذن المسؤول الوحيد في هذه النقطة هي القوات الدولية اليونيفل والقوات التابعة لألمانيا بشكل خاص وهون أنا قلت أنه هذه المسألة هذه العملية لأدت الاختطاف هذا الشاب لها يعني لها يعني ثلاث إسنتاجات الإسنتاج الأول هو أنه ما فيش منطة في لبنان اليوم يمكن أن تكون عليها يعني خيمة زرقة مثل ما نقول من لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية المسألة الثانية أنه في عندها دور للقوات الدولية هذه القوات الدولية وتحديداً القوات الألمانية إذا كانت بالفعل متواطئة مع إسرائيل في هذه العملية وسمعنا في السابق أن القوات الألمانية أيضاً أسقطت مسيرة متواطئة في المسيرات التي كانت تنطلق من جنوب لبنان باتجاه البحر باتجاه الأراضي المختلة أو باتجاه كاريش أو غير ذلك المهم كانت القوات الألمانية أيضاً تقوم بإسقاط هذه المسيرات إذن هون السؤال الآن ما هو دور القوات الألمانية من ضمن القوات الدولية هل تحولت إلى شريك لإسرائيل بالاعتداءات على لبنان وهون لازم لبنان الرسمي يأخذ موقف جدي بأنه بالفعل إذا كانت القوات الألمانية التحقيقات أظهرت أن القوات الألمانية لها يد وهي شريكة إسرائيل يجب أن يتخذ قرار بمنع القوات الدولية مين بده يأخذ هذا الأرار بمنع القوات الألمانية أنت تعرف اليوم أنه موضوع يونفل أداش معقد أنت أكثر حدا بيعرف وموضوع التعديلات والمهمات يعني اليوم الدولة الإبنانية قادرة تأخذ أرار من هذا النوع طبعاً قادرة تطلب من مجلس الأمن الدولي أنه نحن هذه القوات عليها مجموعة من العلامات الاستفهام وهي بشاركة الإسرائيلي في كذا وكذا عملية ولذلك كذا يعني مش بس بعادة عن دورة هي تشارك بالجريمة يعني مش بس تجاوزت دورة كقوة دولية يجب أن تمنع أو يجب أن تعمل على تطبيق القرار 1701 إنما باتت مشارك أساسي لقوات الاحتلال في الهجمات على لبنان وفي منع الأضرار عن الإسرائيلي طيب اللي عما يسقط المسيارات اللبنانية اليوم هنا إسرائيل الألمان لا يبني سقطوه هل هذا خارج القرار 1701؟ على كل حال لم يتم لم يتم التحقيق بشكل رسمي فيما يتعلق بإسقاط الألمان المسيرة أو من عدمها لأنه هذا الموضوع بده ملف صار كامل بده تحقيق بده تحقيق وتحقيق جدي يعني لا يكفي من الحكومة اللبنانية أن تسأل اليونيفل يعني أنا أنت عم تقولي من شوي أنه اليونيفل نفت بحسب الاتصال اللي صار بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واليونيفل اليونيفل وعدوا بإجراء تحقيقه ولم ينفوا بعد يعني ما قالوا نحن ما خصنا لأنه إذا بقولوا نحن ما خصنا وهؤلاء يعني بالفعل وصلوا إلى البترون عبر البحر لا خاصكن لأنه أنتم مجمعين تطبيق القرار الدولي وأن مهمتكن أنتم في لبنان ليس فقط مراقبة البواخر التي تدخل إلى الموانئ اللبنانية أو منع الهجرة من لبنان عبر البحار لكي لا تصل إلى أوروبا لا مراقبةكم كمان أنه عدم عدم وصول العدو الإسرائيلي لتنفيذ عملية حربية من الشواطة البحرية اللبنانية هيدا بيفتح السؤال على تعديلات في مهمات اليونيفل في المرحلة المقبلة؟ طبعا لا في حكي أنه الإسرائيلي عم يطالب أنه تكون هناك تعديلات بالمهمات اليونيفل على أساس الانتقال من البند السادس الذي لا يسمح لها باستخدام القوة في تطبيق القرارات الدولية إلى البند السامع الذي يسمح للقوات الدولية باستخدام القوة في تطبيق هذا القرار هذه مطالبة إسرائيلية ولكن المطالبة سقطت لأنه يجب أن تمر عبر مجلس الأمن الدولي ويجب أن تحضى بموافقة الأضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي وهو في صعوبة للحصول على هذا القرار أو قرار جديد بهذا صار في أصلا تجارب سابقة بهذا الموضوع أو سقطت؟ فيه طبعا وفيه عندك الروس والسنيين وحتى فرنسا يعني رهي المستعدة للموافقة على تحويل أقوات الدولية من البند السادس إلى البند السابع فهذا تغيير مهمة اليونفر من البند السابع يحتاج إلى مجلس الأمن الدولي واليوم لا يمكن هذا الاختراح أن يمر لأنه فيه معارضة من قبل الروس والصينيين وحتى الفرنسيين ما بيقبلوا أنه نغير مهمة اليونفر لذلك مهمة اليونفر ستبقى على ما هي عليه ولكن يمكن للدول اللبنانية أن تعترض على وجود دولي ما وهون أعمالي نتحدث عن الألمان تعترض على وجود دولي ما ما بتلاقيها مناسبة لتطبيق القرار 1701 أو بتلاقيها من حازي لإسرائيل عند هذا الحد ممكن أن تطلب من مجلس الأمن الدولي استبعاد هذه الدولة المعينة والمفترض يتم بحسب الرغبات اللبنانية إذا كانت الدولة اللبنانية بعدها هيك طبعا على كل حال تعديل مهمة اليونفر من عدمها هذا جزء من أصلا التفاوض الحاصل اللي كنت عم تقول ببداية هذا الحوار موسى عاصبي أنه التفاوض الجدي لم يبدأ بعد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار خليني نروحنا بيك إلى فاصل أول ونتابع بعد الحديث عن ارتباط الحدث بالانتخابات الأمريكية عشية الانتخابات الأمريكية بعد الانتخابات الأمريكية ماذا ستغير إذا كانت هذه الإدارة أم تلك الموقف الأوروبي أيضا المتميز بعض الشيء الفرنسي بعض المواقف الأوروبية الأخرى المواقف الأوروبية المتماهية جدا مع الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي كل ذلك أيضا سيكون لنا حديث عن الجنوب والمقاومة بعد الفاصل مع الزميل الصحافي موسى عاصي من جنفه كيف معكم مشاهدين في هذا الحوار من جنفه مع الصحافي موسى عاصي الصحافي المعتمد في الأمم المتحدة بدي رحب فيك مجددا موسى عاصي خبرتك طويلة في أروقة الأمم المتحدة وتمكنت خلال سنوات طويلة من فهم أدبيات تواصل مع الدبلوماسيين في الأمم المتحدة وأيضا أدبياتهم الخاصة أدبيات الدبلوماسية حاليا في عجقة بالأمم المتحدة في المنظمات التابعة الأمم المتحدة في جنب؟ طبعا في شغل كتير كبير عما يصير بجنب خصوصا على المستوى الإنساني في لبنان أنت بتعرف صار في مؤتمر باريس قبل حوالي أسبوع وتم تقرير أو تخذ قرار بمنح لبنان 800 مليون دولار مساعدات إنسانية و200 مليون دولار مساعدات للجيش اللبناني وهذا المساعدات الإنسانية من المفترض أن تصل إلى وكالات الأمم المتحدة وهي التي ستقوم بتوزيع هذه المساعدات وكيفية صرفها على لبنان وإن كان على النازحين أو بناء البنية التحتية للنازحين أو غير ذلك ولكن إذا بدنا نحكي سريعا عن هذا الموضوع أن هذه المساعدات حتى الآن لا تزال وعود ما في شيء يلزم الدول التي قدمت هذه الوعود بمنح لبنان المساعدات بأنها تلتزم بوعودها يمكن هذه الدولة تدفع مليون مليونين من أصل اللي وعدت فيهم يمكن تدفع كل اللي وعدت فيهم يعني هذا يعود للدولة والأمم المتحدة لا يمكن لقدرة لها على الفرض على هذه الدول أن تفي بوعودها من هون نحن نشوف أن المؤتمرات اللي كانت تصير سابقا إن كانت بالنسبة للسودان أو للسوريا أو لليمن الوعود كانت تطبق بنسب تتراوح ما بين 10-15 إلى 30% حتى أقصى وهذه العوامل موسى يعني يؤخذ القرار بمثابة إعلان نية أو إعلان نواية ولكن شو العوامل التي تؤثر عمليا في تطبيق هذه القرارات وبالتالي المساعدات مزاج الدول وشروط الدول يعني عندك دول بتقول أنا ما بدي أقدم مساعدات يعني إذا بنا نحكي عن اليمن على سبيل المثال صار في من حوالي سنتين مقتمر لجمع 3.4 مليار دولار اللي تجمعوا وقتها أو الوعور بـ 1.2 مليار دولار بعض الدول اشترطت بعض دول الخليج يعني تحديدا اشترطت أن الأموال اللي بدأت تدفعها ما تروح لشمال اليمن يعني لمناطق سيطرة أنصار الله ولنما أن تذهب إلى جنوب اليمن وليس للشمال علما أن مناطق الشمال كانت يعني الأكثر تأثرا بالنزاعات والحروب والأزمة الإنسانية كانت مستواها مرتفعة جدا ها على سبيل المثال ولكن حتى أيضا لو التزمت الدول بوعودة وقدمت كل الأموال التي وعدت بها لن تصل كل هذه الأموال إلى المحتاجين إلى النازحين في لبنان على سبيل المثال لأن الوكالات الدولية تقططع أيضا نسب تتراوح بين 15% إلى 45% من المساعدات لتشغيل هذه الوكالات رواتب ومصاريف وسفر عفوا موسى الوكالات نفسها تقططع منها لهذه المساعدات أكيد لأن هذه الوكالات يعني ميزانية تأتي من المساعدات وليس لديها ميزانية معينة هي ليست دولة ولا يوجد أي قرار في الأمم المتحدة يقول بأنه على الدول أن تساهم بالصليب الأحمر الدولي أو بالمفوضية العليا للاجئين أو اليونسيف أو غيرها الميكانيكية العمل لدى هذه الوكالات يعني هي تسلل بشكل أساسي وميزانياتها تسلل على المساعدات التي تقدمها الدول على هذا الأساس يعني على سبيل المثال الصليب الأحمر الدولي يقطط بحدود 15% فقط من المساعدات لأنه بيجي مساعدات كثير في محلات تانية ووكالات تانية تصل إلى 45% من المساعدات تبقى لتشغيل نفسها كسفر ورواتب وتشغيل بشكل عام أيضا الجزء المتبقي الذي يذهب إلى لبنان لأنه في لبنان هناك مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بتوزيع المساعدات كمان هذه المنظمات بدأت تشتريل يعني بدأ رواتب وبدأ مصاريف وبدأ سيارات وبدأ إذا مقلنا نفقات حتى ما نقول شي تاني وكمان تقطط نسبة من هذه الأموال وتذهب إلى طيب وبالتالي تصل نسبة ضئيلة يعني بطبيعة الحال إلى يعني حقا على الفيسبوك من الجمل إذنه كما يقال في لبنان هو عموما موسى سواء المساعدات عبر الوكالات الدولية الوكالات الأمم المتحدة أو عبر المنظمات الأخرى والدول الأخرى يعني بعد حركة المساعدات خفيفة في مطار بيروت نسبيا لأنه أولا المساعدات يعني اللي عم يوصل اليوم على لبنان هي مبادرات من دول مبادرات خاصة من دول وليس الأمم المتحدة لأن الأموال لم تصل بعد إلى الأمم المتحدة يعني الأموال التي تقررت في مؤتمر باريس لم تصل بعد إلى وكالات الأمم المتحدة هذه بدأ وقت وبدأ اجتماعات وبدأ مؤتمر لتنظيم المسائل وبدأ للأقل أن تنتظر الوكالات يعني أن تبدأ هذه الأموال بالوصول إلى منظمات الأمم المتحدة قبل البدء بصرفها لذلك يمكن تأخذ فترة طويلة قبل ما تبلش الوكالات بالشغل مباشرة على الأرض يعني في فرنسا وعدت بمئة مليون دولار مئة مليون يورو في مؤتمر باريس عرفت من يومين أنه أرسلوا 30 طن من المساعدات الطبية والمساعدات الضرورية إلى مطار بيرو يعني فرنسا يبدو أنه رح تشتغل لحالة مش رح تقدم الأموال للأمم المتحدة إنما هي ستقوم بتزويد اللبنانيين ببعض الحاجات طيب بمعنى أنك ذكرت فرنسا موسى يعني هل التباين الفرنسي الإسرائيلي يزداد يعني انطلاقا من مقاربة فرنسا للحرب كله في فلسطين منذ أكثر من سنة إلى هذه اللحظة أو نتحدث هنا عن خصوصية لبنان ونظرة فرنسا والموقف الفرنسي المتميز نوعا ما تجاه لبنان المستوى النزاع بشكل عام في منطقة وقبل ما نبلش بالنزاع في لبنان الموقف الفرنسي تطور بشكل مهم جدا من الزيارة الأولى اللي قام بها إمانويل ماكرون إلى تل أبيب ومن هناك أعلن أنه بده يشكل بشكل يعني مجموعة دولية ببيت القوفان لمحاربة حماس لمحاربة حماس نعم تماما كالمجموعة الدولية اللي تشكلت بالعام 2014 محاربة داعش وهذا الكلام أثار موجي من الانتقادات واسعة جدا في فرنسا ومن الأحزاب الفرنسية بشكل عام ومن الجمهور الفرنسي لكن هذا الدور يعني هذا الموقف تراجع عنه شوي وشوي ولكن بعدين صار فيه تغيير يعني صار فيه مطالبة من قبل فرنسا لوقف اطلاق نار فوري ومساعدات واتهامات لإسرائيل بأنها تقوم بجرائم ضد الفلسطينيين صار فيه تطور بهذا الموقف ولكن هذا التطور بالموقف الفرنسي على المستوى الفلسطيني لم يصل إلى حد وقف الدعم اللوجستي للإسرائيليين شفنا أنه فرنسا ساهمت بشكل كبير جدا في إسقاط المسيارات والصواريخ التي أتت من إيران في نيسان إبريل الماضي وشفنا أيضا أنه الدعم للاستخبارات الفرنسي لا يزال موجود وشفنا أيضا حتى الدعم العسكري يعني فرنسا لا تزال حتى الآن أو الشركات الفرنسية لا تزال حتى الآن بعلاقة مستمرة ومستقرة مع الشركات الأسلحة الإسرائيلية حتى وإن كان إيمانويل ماكرون أبل حوالي أسبوعين طالب بوقف التزويد الإسرائيل والأسلحة ولكن الشركات الفرنسية لا تزال مستمرة في تزويد إسرائيل بهذه التقنيات على المستوى اللبناني الوضع شوي مختلف تعرف أن الصداقة بين فرنسا واللبنان تاريخية وفرنسا تصعر دائما بأنها ملتزمة بأمر لبنان على هذا الأساس شفنا التوتر يتصاعد بين إيمانويل ماكرون وبن يمين نتنياهو وهناك مطالبة جدية بوقف الأدوان الإسرائيلي على لبنان إن كان بالجو أو بالبر أو بأي منطقة وانتقادات واسعة هذا اللي أدى إلى خلاف بين بين يمين نتنياهو وإيمانويل ماكرون ولكن خلينا نكون واضحين لا يوجد هناك أي خلاف بين فرنسا وبين إسرائيل على الأهداف الاستراتيجية بمعنى إزالة المقاومة ونازل سلاح المقاومة هذه مسألة فرنسا تطالب بها وتعمل عليها حتى من خلال المفاوضات حتى من خلال الطروحات حتى من خلال ما تقبل به وما لا تقبل به بالمفاوضات شو كان الخلاف الأساسي فيما يتعلق تجاه الحرب الإسرائيلية على لبنان طالما فيه اتفاق على مسألة سلاح المقاومة لا الخلاف الأساسي هي أن فرنسا لا تريد تدمير لبنان فرنسا لا تريد تدمير المؤسسات اللبنانية لا تريد لبنان على شاكلة غزة مدمر صح ولكن طبعا أننا نحن بمسلنا بمكان آخر لأننا نحن قرى الجنوب مدمرة مثل غزة وأكثر فلذلك فرنسا تريد المحافظة على لبنان كدولة من أجل ربما أن يقوم من جديد ويقف على جريه ولكن هي طبعا لا تريد أو تأمل بأن يضعف حزب الله إلى حد أن يقبل بالتحول من مقاومة إلى حزب سياسي له ما كانت في الدولة اللبنانية إذن هذا الموقف في الفرنسا بغض النظر عن موقفنا أننا من فرنسا أو من هذا الموقف ولكن فرنسا تتمنى أن تنتهي المقاومة في لبنان أن يكون هناك صلح بين لبنان وبين إسرائيل وحدود معترف فيها دوليا وأن تتحول المقاومة إلى حزب سياسي هذا الموقف في الفرنسا هلأ بيصير ولا ما بيصير شيء تاني ولكن هذا التمايز بين الفرنسيين والأمريكان إذا بدك على الموضوع اللبناني لا الولايات المتحدة الأمريكية تريد يعني إعادة خلط الأوراق في المنطقة وفي لبنان بحيث لا تضع حزب الله فقط بحيث يعني أن تدمر حزب الله وأن تدمر إذا بدك الحضن الشعبي لحزب الله وللمقاومة في لبنان بحيث أن لا يظهر من جديد بعد عشر سنوات أو خمس عشر سنين من هنا نفهم تدمير الممنهج من هنا نفهم هذا تدمير الممنهج لكل القرى والمدن اللي هي عمليا بأحاضنة للمقاومة طبعا شوف كمان الأمر كان اليوم واصلين لمرحلة يعني كنا بالسابق نسمعون أنه ما بدهم الدولة تنهار يعني بدهم إضعاف لبنان اقتصاديا للضغط على المقاومة أو للضغط من أجل إزالة المقاومة أو أن يرتفع هذا الخلاف بين اللبنانيين من جهة من جهة يعني والمطالبة جزء من الشعب اللبناني ومن اللبنانيين بإزالة سلاح على المقاومة وهذا شفناه خلال السنوات الماضية وعم يتصاعد وهلأ بيوصل للدروي على ما يبدو اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني لن تتأثر كثيرا أو لا تعارض كثيرا أن يتحول هذا النقاش الجاري اليوم أو هذا الخلاف الجاري اليوم بين اللبنانيين إلى أبعد من ذلك إلى حرب بين اللبنانيين إذا لم نتمكن من نزع سلاح حزب الله فلتكون حربا أهلية تشهد حزب الله بالداخل يمكن أن تذهب الإدارة الأمريكية بعيدا إلى هذا الحد موسى كخيار أخير ربما لإخارة البلبلة في فتنة الداخل أعتقد من خلال التصريحات التي نسمعها والتدخلات الأمريكية المباشرة في لبنان على سبيل المثال يعني منع الدولة اللبنانية من التحرك في المناطق حتى على المصنع يعني من يمنع اليوم إعادة بناء معبر المصنع بين لبنان وبين سوريا لماذا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية إخراج السوريين من لبنان أو إقام في لبنان لماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن تدعم الأشخاص الذين يفرضون أو يضعون هذا النزاع اليوم في إطار المواجهة الشعبية بين جزء من اللبنانيين يعني لماذا عم نسمع اليوم الناس اللي هني على علاقة وطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية وبالسفارة الأمريكية من اللبنانيين يدفعون بهذا الاتجاه يعني لم نسمع اليوم التصريحات ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض المسؤولين السياسيين وبعض الإعلاميين في لبنان أنا بعتقد أنه سنذهب للأسف إلى محاولات وإلى مكان صعب جدا من المواجهة بين اللبنانيين وخاف كثير بالفعل من أن نتحول إلى حرب أليل لأنه اللي عم يصير اليوم منه أليل التصريحات اللي عم نسمعها منه أليلي صارنا نسمع تصريحات تضرب بعمق شخصية وهوية هذا الإنسان وطائفة هذا الإنسان وطريقة تعامله وطريقة يعني يمكن لبسه وطريقة تعامله كان في اللبس والمظهر والمأكل والمشرب وكل هذا يعني هذه مسائل فينا نحطها بإطار الكراهية والحقد على مجموعة من الناس وهذا لن يؤدي إلى خير لن يؤدي إلا إلى الفجار تتجاوز برأيك يعني هذه الاتهامات وهذه التصريحات مسألة الانقسام السياسي التقليدي والخلاف السياسي التقليدي لأن هناك حقيقة موسى من يراهن من اللبنانيين الآن على هزيمة هذا الفريق تحدث عن المقاومة شوف الخطورة اليوم اللي ما عم يعاها ما عم يعاها إلى بعض اللبنانيين وهي أنه اليوم التمني من قبل جزء من اللبنانيين والسياسيين اللبنانيين بانهيار المقاومة سيتد على كل لبنان كوارث ليش؟ لأنه انهيار المقاومة وهزيمة المقاومة في الجنوب وفي ظل الخطاب الحاقد والكرهية اللي عم يلي نسمعها من سياسيين وإعلاميين من الطرف الآخر سيؤدي إلى أن هؤلاء سيشعرون بالقوة واليوم بالفعل في كثير تصريحات في لبنان عم يلي نسمعها أنه ننطق يعني عم يستأوب الإسرائيلي إذا بدك لتوجيه ضربة لحزب الله أمام هذا الخطاب الكراهية وخطاب الحقد سيعتقد هؤلاء بأنهم صاروا أقوية لدرجة الإجهاز على المقاومة أو الإجهاز على حزب الله يعني ما لم تقم به إسرائيل ربما في حال خسر المعركة أو أن هزم في الجنوب ما لم تقم في إسرائيل هؤلاء سيعتقدون بأنهم قادرين على هزيمة حزب الله حتى ولو كان في استخدام السلاح في الداخل اللبناني وهون الخطورة اللي ممكن تحول الهزيمة إلى حرب أهلية المسألة الثانية أنك أنت اليوم ما فيك تطلب من الجمهور جمهور المقاومة جمهور حزب الله أن يتحمل كل هذا الخطاب من قبل بعض اللبناني شو يعني ما فيك تطلب منها؟ ما شاء الله يعني ما باتل أنه في اليوم الخطابات اللي عم نسمعها في لبنان والتصريحات اللي عم نسمعها على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بتمس مباشرة جمهور المقاومة باتل ما فينا يعني نقول للناس لا تحملوا تحملوا استوعبوا تحملوا استوعبوا في مرحلة من المراحل الإنسان عنده كمان يعني الفردية ولن يتحمل ربما الضغط إن كان من المقاومة أو من حزب الله أنه تتحملوا هذه المسألة لتمر هذه المرحلة بخير وبعدين منرجع على بيوتنا المسألة صرنا بمكان أنه في ناس عم تتحمل حقب وعم تتحمل كراهية وعم تتحمل نوع من الإدلال بالخطابات علما أنه في عندك جزء من الشعب اللبناني يتحمل يعني فتح بويبو للنازحين من الجنوب ومن البقاء أتحدث عن مناطق الجبل تحديدا أنه بالفعل وليد جبلار سهل وصول النازحين والتعامل مع النازحين بشكل مهم جدا ولكن في غباء لدى بعض السياسيين بتصريحاتهم الإعلاميين توحي بأنه هذه مرحلة الفوز على حزب الله وعلى جمهور حزب الله هذه مرحلة الفوز على المقاومة وجمهور المقاومة ويجب أن نستغل هذه المرحلة إن كان على المستوى السياسي أو على مستوى الشعب كلمك ما بيطمن على أي حال موسى عاصي موسى ربط الحرب في لبنان بمسار الانتخابات الأمريكية وبالتالي الحديث عن ترحيل أي حلول سياسية ودبلوماسية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية إلى أي مدى هو مسألة واقعية هل المسألة مرتبطة حصرا بهذا الحدث ما الفارق بين أن تكون مثلا كمالة هاريس أو دونالد ترامب في الإدارة الأمريكية لن يكون هناك أي فارق بين الإدارتين في إطار دعم إسرائيل عسكريا وسياسيا وماليا لمواجهة وضرب كل حركات المقاومة في المنطقة في لبنان وفلسطين هذه مسألة محسومة هذا الأمر لا يعود للإدارة الجمهورية أو للإدارة الديمقراطية هذا يعود لعمق الدولة الدولة العميقة في الولايات المنتهة الأمريكية هذه مسألة محسومة لكن الفرق الوحيد ربما هي في توسيع الحرب لتشمل لتتحول إلى حرب إقليمية ربما كمالة هاريس لا تريد أن يكون هناك حرب واسعة تشمل إيران هذا يضر بالاقتصاد العالمي هذا يضر يعني يحول الأنظار إذا بدك من المواجهات التي تحصل في مناطق أخرى في العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على سبيل المثال ويعيد انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر عسكريا في المنطقة ربما دونالد ترامب يذهب إلى هذا التوجه ربما دونالد ترامب يوافق مع بن يمين نتنياهو أن تتحول هذه الحرب إلى حرب واسعة تشمل إيران وأن تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية ومنشآت الطاقة الإيرانية وهذا بالتأكيد سيفتح الباب واسعا على حرب إقليمية تريد إسرائيل يريدها بن يمين نتنياهو ولكن لا يستطيع القيام بها من دون المساعدة العسكرية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية هذا هو الفرق بين التوجهين الجمهوري والديمقراطي هلأ اليوم الحلول في لبنان أو في المنطقة سترحل إلى ما بعد الانتخابات يمكن تروح أبعد بكثير من الانتخابات نحن في التاريخ لما صارت الانتخابات بين جورج دبيو بوش والغور في عام 2004 أو 2005 على ما أذكر لم تخرج النتيجة مباشرة كان هناك الطرفين ألغور وجورج دبيو بوش بفوارق بسيطة جدا يعني مئات الأصوات ولذلك أعيد فرز الأصوات من جديد لم تعلن النتيجة مباشرة مثل مصار الانتخابات الماضية أو قبلها لم تعلن النتيجة مباشرة إنما أولنت بعد أشهر يمكن آخرت شهر أو شهرين لحد تالي أعيد فرز كل النتائج يدويا في الولايات المتحدة الماركية وخرجت النتائج بفوز جورج دبيو بوش لذلك نحن اليوم يعني الإحصاءات لعمتهم في الولايات المتحدة الماركية إنه اثنين على نفس المستوى لذلك المسألة تقارب كبير 5 نوفمبر أو أو نهاية يعني بعد يمكن تاخذ أكتر لتسلم الرئيس الجديد من 20 جنوغيين من 20 كانون الثاني المقبل لذلك المسألة ستأخذ وقت طويل وهذا يلعب لصالح بن يمين نتنياهو لأنه لن يكون على بينة في أي خيار ستسير السياسة الأمريكية إن كان مع حرب محدودة أو حرب واسعة وبالتالي سيستمر في العمليات العسكرية في لبنان وربما ستتصاعر بشكل كبير جدا خلال الأيام والأسابيع المقبلة لكي يبرهم بن يمين نتنياهو أنه قادر بالفعل على توجيه الضربات للمقاومة في لبنان أذهب إلى فاصل ثاني وأخير زميل موسى عاصي وأتابع معك في الدقائق العشرة الأخيرة بعد هذا الفاصل حوارنا معك من جناب ودائما طبعا عبر برنامج شارع الحمر أبقوا معنا مشاهدين تابعين معكم مشاهدين في هذه الحلقة من شارع الحمر مع الصحافي موسى عاصي من جناب أرحب بك مجددا الزميل موسى عاصي قبل الفاصل كنت تحدث عن أن بن يمين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية بشكل عام قد تستفيد من هذه الفترة ومن هذه المرحلة مرحلة الانتخابات الأمريكية وعدم اتضاح الرؤية أو الحسم السريع الذي قد يكون لصالح أي من المرشحين خلال هذه الفترة ما هي المؤشرات التي قد تدفع أو ما هي الأسباب التي قد تدفع بن يمين نتنياهو من خارج هذا السياق الأمريكي للذهاب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أتحدث عن الحرب في لبنان ما في شيء اليوم يعني بيدفع أو بيضغط على بن يمين نتنياهو أنه يدخل باتفاق سوى إذا كان سيحصل من هذا الاتفاق نزع سلاح حزب الله وإبعاد المقاومة خلف نهر الليطاني هذا يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار أو ليس وقف إطلاق دار إنما اتفاق وهذا هو مطلب إسرائيل بمعنى أنه التخلص من المقاومة يعني الفشل العسكري يمكن أن يعوضه باتفاق سياسي ولكن حتى الآن من جهة المقاومة نرى أن المقاومة ليست مستعدة للدخول في هذا النقاش بل على العكس تماما الرسائل التي أوصلتها المقاومة إلى الأمريكيين عن طريق رئيس نبي بيري أنه لا يوجد هناك أي نية لدى المقامة ولدى الرئيس بيري ولدى جزء كبير من اللبنانيين الدخول بأي اتفاق إن لم يكن على قاعدة تطبيق وقف إطلاق نار شاملة على أساس القرار 1701 بمعنى أن يطبق من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية وإسرائيل عليها أن تطبق البندل متعلق بوقف الطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية هذه مسألة محسومة بنيمين نتنياهو يشعر اليوم بأنه باغتياله قادة المقاومة والأمين العام للحزب يشعر وكأنه حقق انتصارا كبيرا وهو يبلغ الأمريكيين بأن إسرائيل اليوم في مرحلة تحقيق الانتصارات فلا يوجد هناك أي داعي للدخول في مفاوضات إن لم تكن هذه المفاوضات ستحقق إزالة الخطر القادم من لبنان بالشكل النهائي على هذا الأساس نرى بعض التحذيرات من قبل القيادة العسكريين الجنرالات في إسرائيل الجنرالات العسكريين اليوم يقولون لبنيمين نتنياهو صحيح لقد حقفنا كل هذه الانتصارات وقتلنا قارة حزب الله وقتلنا الأمين العام وهذا يمكن من وجهة نظر إسرائيلية أن يفسر على أنه انتصار كبير لإسرائيل في هذه المعركة وبالتالي من هذه الزاوية نرى ضغط من قبل المؤسسة العسكرية على بن يمين نتنياهو من أجل وقف الحرب وعدم الاستمرار لكي تتحول هذه الحرب إلى حرب استنزاف بالنسبة لإسرائيل والكل يعلم بأن حرب الاستنزاف غير مجدية بالنسبة لإسرائيل لأنها تتكبل خسائر كثيرة في لبنان سمعت أنت اليوم أن القوات الاحتلال انسحبت من المناطق التي كانت تسيطر عليها في منطقة الخيام لم تدخل مدينة الخيام ولكنها المناطق المحيطة انسحبت منها وعادت لقصف باب القرى مثل عيد الشعب وغيرها علما أنه كانت تقول بأنها سيطرت على عيد الشعب فلماذا قصف عيد الشعب مجددا إذن بالنسبة لبن يمين نتنياهو المعادلة العسكرية تقول له بأنه كسب هذه الحرب هناك انتصارات حتى الآن فلا داعي لوقف اطلاق النار حتى الإجهاز بالشكل النهائي على المقاومة ولكن هناك الواقع الآخر الذي يقول بأن بنيمين نتنياهو يذهب بعيدا في مخيلته وربما سيصطدم بواقع مأساوي بالنسبة لإسرائيل بأنه لن يتمكن من تحقيق الأهداف النهائية بنازح سلاح حزب الله وبالتالي سينعكس هذا فشلا وسيلغي كل الانتصارات التي حققتها إسرائيل حتى الآن على هذا الأساس نرى هذا الخلاف بين الأسكريين الإسرائيليين والخيادة السياسية كنت تتحدث عن الموقف اللبناني والـ 1701 موسى بشكل متزامن من الطرفين مسألة أيضا فصل المسارين أو المسارات يعني المسار اللبناني والفلسطيني هل يمكن أن يتنازل عنه هون الجانب اللبناني هل في مروني بهذا الموضوع أو يتعارض مع موقف حزب الله المبدأي شوف كان فيه إشارات قبل اغتيال السيد حصل نصر الله تحدث عنها الفرنسيون تتذكر جون إيب لدريون المباوث الفرنسي كان بلبنان بـ 25 سبتمبر قبل اغتيال السيد يومين والتقى محمد رعد وعاد جون إيب لدريون ليقول للفرنسيين بأن حزب الله وافق على فصل المسارات ولكن إسرائيل لم توافق على التوصل إلى هذا الاتفاق وبالنهاية اختالت السيد نصر الله ودخلت بحرب واسعة ضد اللبنانيين الفرنسيون يحملون الإسرائيليين في هذه النقطة بأنهم لم يريدوا التوصل إلى الاتفاق مع اللبنانيين لكن المسألة تغيرت بعد اغتيال السيد وبعد بدء المواجهات البرية واضح أن حزب الله اليوم يتحدث من منطلق قوة من منطلق إعادة السيطرة على الميدان والتحكم بالميدان خصوصا الميدان البر في جنوب لبنان وأيضا استمرار إطلاق الصواريخ للملاطق الإسرائيلية البعيدة المدى إذن حزب الله عاد ربما إلى مسألة عدم الفصل بين الجبهتين لأنه يتحدث من مصدر قوة لكن بنفس الوقت علينا أن ننتبه لمسألة مهمة جدا هي أن هناك مفاوضات تجري وهذه المرة يمكن أن تكون جدية في قطر وفي مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ومن أجل وضع خطة سياسية لما بعد الحرب في غزة هذا اللقاء الذي يجري اليوم في القاهرة بين حماس والسلطة الفلسطينية من أجل التوصل ربما إلى تشكيل لجنة مشتركة لإدارة غزة بعد الحرب هي جهود تجري في هذا الاتجاه وربما تنجح في وقف إطلاق النار في غزة قبل وقف إطلاق النار في لبنان يعني كان المطلب إذا توقف بغزة ولاحق أن توقف بلبنان ما بتعود هذه المشكلة بالنسبة لربط المسارات بالنسبة لإسرائيل اليوم لم تعد مسألة لها علاقة بغزة المسألة بالنسبة لإسرائيل كان واضحاً بأن عندما شعرت إسرائيل بأن غزة تراجعت عسكرياً ولم تعود تشكل هذا الخطر الكبير على الداخل الإسرائيلي والسمرار الحرب في الميدان فقط أنها توجهت إلى لبنان يعني كانت بالفعل قد وضعت إسرائيل خطة لتواجه إلى لبنان برد النظر عن عدم فصل المسارات من قبل الجانب اللبناني وهنا أريد أن نعرج على مسألة أساسية إلى من يعتقد في لبنان بأن الهجوم الإسرائيلي على لبنان هو نتيجة دخول حزب الله في حرب الإسرائيلي الفلسطينيين في غزة وهذه المسألة نسمع بها بشكل كبير وواسع في لبنان هذه المسألة هي نوع من طمس الحقيقة التاريخية لهذه الدولة نحن في جنوب لبنان تحديداً ولا يوم عشنا بأمان واستقرار من 48 إلى ما بعد الحرب 2006 يعني الفترة الوحيدة التي عشنا فيها باستقرار عندما كانت معادلة الردع موجودة بشكل مهم جداً ومعمول بها في الجنوب اللبناني أي بعد حرب 33 يوم حتى بداية حرب غزة يعني هؤلاء اللي عم نحكي عنهم الـ 14-15 سنة عشنا في الجنوب بأمان بالفعل كان طبعاً الخروقات الجوية الإسرائيلية مستمرة ولكن لم نشعر بهذا الأمان من 48 إلى 2006 واللي بيقول اليوم أنه لو ما يدخل حزب الله بالمعركة مع غزة ما كان صارنا شيء بلبنان خلينا نقول له فقط هذه المسألة البسيطة جداً هي أن قوة المقاومة في لبنان تطورت خلال السنوات الماضية بشكل مضطرد يعني كنا نحكي عن المقاومة بالألفين التي أخرجت الإسرائيلي من لبنان كان مستواها العسكري والعتاد والقدرات أقل بكثير من العام 2006 والعام 2006 أقل بكثير من اليوم لذلك خلينا نشوف هذا النظر نحط حالنا محل بن يمين نتنياهو وقالت إسرائيل هل سيوافق أو هل سيرضى الإسرائيليون بأن تستمر هذه المقاومة بمقدراتها التي تزداد وتتطور بشكل كبير لسنوات طويلة من أجل أن تتحول بالفعل إلى خطر وجوده على إسرائيل لا يعني شئنا أم أبينها كانت إسرائيل قد وضعت خطط للهجوم على لبنان بغض النظر عن غزة و بغض النظر عن فتح الحرب بغزة و بغض النظر عن الإسناد اللبناني للفلسطينيين كان على إسرائيل أن تدمر البنية التحتية للمقاومة لأنها تشكل خطر وجودي على إسرائيل هذه الخطة كانت ستقدم عليها بكل الأحوال تقول موسى عاصي سواء شارك حزب الله في حرب غزة أم لم يشارك وقتي انتهى على كل حال أعرف فقط إشارة صغيرة وبسيطة في نهاية هذه الحلقة لماذا البعض نزعج من رغبتك بالعودة لتحت الشجرة في ضيعتك الجنوبية يعني أنا يعني هو باختصار فقط موسى لأنه في حدا قالك أنك عم تتمنى الرجعة بعد الحرب طيب ما كان ماشي الحال قبل 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 الآلفين وثلاثة وعشرين وكنت قاعدة هذه القاعدة ليش هالبرمة اللي برامتوها برجع بأنه لهذا الشخص أو للناس اللي ما عجبا أني حط هذه الصورة وأنه هذه الأرض لنا هذه الأرض لنا وستبقى لنا وسنعود إلى هناك ومرفوعي الرأس لأنه هؤلاء الأشخاص يعني يحيدون عن الحقيقة التاريخية لهذا العدو لأسباب أجهلها إما كان عن غبة أو كان عن معرفة بالواقع أو عن تمني بأن يعني أنه نوصل لمحال نكون على يعني ما عنا أي وسيلة للمقاومة وأن نكون هناك صلاح على طريقة التطبيع لبعض الدول العربية وهذا لحد الآن ما نرفضه أنا اللي بقوله أنه نحن في خطر دائم مع الإسرائيلي ومن الإسرائيلي ولذلك المسألة ليس لها علاقة قبل 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر ولهذا الشخص أقول أنه نحن بما أننا موجودين على هذه المسافة من العدو الإسرائيلي من هذه الدولة المهتلة نحن في خطر دائم والمسألة لا علاقة لا بقبل 7 أكتوبر ولا ببعد 7 أكتوبر هذه الشجرة لنا والمرة الجاية راح نامل حلقتنا من هناك في رأس من تحت هذه الشجرة لأن هذه الشجرة ستبقى لنا وهذه الأرض ستبقى لنا وسنبقى مرفوعي الرأس في هذه المنطقة نلتقي تحت الشجرة لكن في المرة المقبلة صحافي موسى عاصي من جنيف شكرا جزيلا لك وتحيي لألك ولي أفراد عائلتك مجددا وحمى الله أهل الجنوب والبقاع والضاحية وكل لبنان الله يهون ويفرج على الجميع والرحمة دائما للشهداء شكرا لفريق العمل وشكرا للمشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة من شارع الحمراء إلى اللقاء شكرا للمشاهدة